بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم نلتقي اليوم مع حل الأنشطة أنشطة وتدريبات الأضواء على القواعد الإملائية على درس الألف اللينة في آخر الكلمة وقد شرحت ذلك الدرس بالتفصيل يعني على المنهج المقرر اللي هو لصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني أرجو أن تعود إلى هذا فيديو أولا فيديو الشرح ثم تتابع معي حل التدريبات حتى يعني تفهمها أكثر النشاط الأول اختر إجابة الصحيحة مما بين القوسين طيب الأب ابنه بالإخلاص طيب نقول أوصى هكذا طبعا الألف كما كنا الألف اللي لها شكلين إما ترسم هكذا ألف قائمة أو هكذا اللي هو بالياء شكل الإيلياء ولكن بدون نقطتين بدون نقطتين لأن لو بنقطتين بياء عندما احنا بنكلم على ألف يعني دي ألف ودي ألف الألف اللي لها شكلين شرحنا يا ذلك بالتفصيل هنا طبعا نختار إيه أوصى هكذا أوصى ده فعل إنتازم تحدد نوع الكلمة هل هي اسم ولا فعل ولا حرف عشان تسهل عليك الموضوع طبعا هنا ده فعل طيب تعد الألف أدي واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى هنا الألف رابعة إحنا قلنا إيه أكثر أكثر من سالسة أكثر من سالسة مباشرة ترسم ياء اللي بعده سيدنا إيه من أنبياء اللي طبعا سيدنا إيه زكريا طيب ولكن هي المشكلة بها في الشكل ما هي دي زكريا ودي زكريا بس إنهي اللي صح يعني دي كده غلط طيب طبعا زكريا هكذا زكريا طيب زكريا هنا اسم ولا فعل ولا حرف يعني إيه السبب في الاختيار هذا طبعا بسعتك في الأول كده عايزك تحلي معايا ولازم تحلي بنفسك لسو تأكد من أجدتك معايا طيب هنا طبعا الألف هنا ليست إيه ليست سالسة لو الألف سالسة لازم ترجح الأصلها ولكن وجدتها أكثر من سالسة أكثر من ثالثة فبالتالي مباشرة ترسم طبعا هنا ده هنا من الأسماء اللي هي طبعا هنا رسمتها كذا لماذا؟ لأنها مسبوقة بياء أحسنتم الناس اللي صحية معاي احنا قلنا هي بترسم لو كانت رابعة فأكثر بترسم ياء إلا في استثناء في استثناء طبعا إلا إذا سبقها إيه ياء فكذلك لما قلنا في الشرح ده كلمة دنيا وكلمة قضايا كذلك كلمة إيه زكري يبا هنا الألف مسبوقة بياء فبالتالي هترسم إيه ألف هكذا ده اسم طيب الله المريض طبعا شفاء أنهي واحدة طبعا هتبعها شفاء هكذا طبعا هو اسم ولا فعل هو الحرف شفاء ده إيه فعل فعل ماضي شفاء طيب طيب بعد ذلك طبعا للناس اللي هم رجعوا الدرس معي الأول درس الشرح هتلاقي فاهمين طبعا أكتر أنا بحاول أسرع عشان نلحق نحل كل التدريبات اللي موجودة دي طيب نجحت في الاختبار طبعا دي تأنيس عشان هنا اسمي بنتي طيب يترى كلمة سوها ها سامعي سوها فين سوها معنا تشوف بقى اسمها ده بتكتب عشان لو بتكتبوا غلط يبسوها هل هتكتب كده ولا كده تكتب بهذه الألف أم بهذه الألف بهذا الشكل أم بالشكل طيب الشكل الأول اللي هو أي شكل الألف هكذا الألف القائمة الألف القائمة هكذا لماذا؟ لأنها ثالثة وأصلها ويوسها يسهو خلاص من السهو خلاص سهو النسياد يبسوها بعد ذلك تكسرت 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 إيه بقى؟ طبعا دي جمعي جمعي اللي هي المرآة طيب المرايا بهذا الشكل أم بهذا؟ طبعا المرايا لاحظين الألف مسبوقة به بياء الألف مسبوقة بياء فتكتب بهذا الشكل إنما هو الأصل إن هي تكتب بشكل ياء خلاص؟ زي كلمة زكري طيب مدينة برلين عاصمة دولة ها ألمانيا أكيد أنت حافظ طبعا شكلها شكل كلمة ألمانيا ولكن كتبت هكذا لو شاطر بقول هم لماذا؟ أحسنت لأنها جاءت في اسم أو في اسم اعجمي أي اسم اعجمي على طول بترسم بهذا بهذا الشكل ننتقل نشاط الثاني نحاول نسرع قليلا حتى نستطيع حل كل التدريبات طيب صل كل كلمة في المجموعة الأولى بما يناسبها في المجموعة الثانية طبعا في كل التدريبات دي لو لديك تعليق أو استفسار أو في حاجة مش فهمة عشان نشرح بسرعة اكتبها لنا في التعليقات وسوف أرد عليك بإذن الله طيب كلمة خطأ ها وصل بقى معايا كده كلمة خطأ دي نوصلها ها أبولي بقى آآ أني واحدة في دول طبعا خطأ ده فعل ها خطأ ده فعل يبقى هنركز فين في الاختراك لفا أفعال طبعا يا هنا طيب فعل ألفه إيه بقى عدي معايا قدي واحد اتنين ثلاث يبقى ألفه ثالثة فعلا ألفه ثالثة وأصلها وخطأ يخطو محسنت يبقى تكتب بهذا الشكل الألف إيه قائمة طيب كلمة فض لا فض لا عدي معايا طبعا هو اسم ده ولا فعله ولا حرفه لا طبعا ده ايه اسم واحد اتنين تلاتة اربع يبقى اسم اسم تمام اسم ألفه أكثر منيه من ثلاثة أي عليا عليا طبعا ده برضو عمزة يفضل كده بس ده أنا أقصد نوع ده اسم ده اسم ده اسم ده واحد اتنين تلاتة اربع طبعا آآ خلي بالك فيه هنا بقى اللي هو ليه الاستثناء اللي كنا بنقول عليه اسم ألفه أكثر من ثلاثة آآ ولكن قبلها ايه قبلها ياء قبلها ياء فبالتالي ترسم قلنا زي زكريا والمرايا ودنيا وفضلة كل الكلمات اللي احنا آآ دنيا وقضايا وهكذا ودي كلمتين مرايا وفيه برضو هيجلنا آآ دنايا وخطايا طبعا المهم أعطى دي بقى اللي فضلة طبعا هتبقى ايه فعل ألفه أكثر من ثالثة فلهذا كتبت بهذا الشكل النشاط الثالث ضع علامة صح وعلامة ايه آآ خطأ أمام العبارة صحيح املائيا طيب أول شيء بيقول ايه اشترى آآ ادي خطأ طبعا مباشرة المفروض خطأ المفروض انا قولي اشترى هكذا اشترى طيب ليه بقى ليه كتبناها كده لأن الألف هنا أكثر من ثالثة طيب بعد ذلك راح نفرقم ناخد رقم ب إلى الله المشتكة دي طبعا صح إلى الله المشتكة كلمة مشتكة طيب كلمة مشتكة ده اسم ولا فعل طبعا اسم طيب كتبت بهذا الشكل زي كلمة ايه فضلة كده لأن الألف هنا ايه رابعة فأكثر بعد ذلك برا طبعا دي غلط برا الولد قلمه برا تكتب هكذا لماذا لنا برا يبري برا يبري بأصلها ياء طبعا لأن هنا ثالثة فترجح الأصلة اسبانيا دولة أوروبية طبعا دي اسبانيا لأنها اسم ايه أعجمي فتكتب هكذا بالألف طيب النشاط الرابع أكمل الجمل الأتي بألف لينة ألف لينة رسمت بطريقة صحيحة ماشي احنا نتكمل هنا بولي يقع برج بيزا بتكمل بالألف بس طبعا هنا لأنها اسم عجمي أيضا زي روما وهكذا طيب في دولة ايه ايه طاليا طبعا في دولة ايطاليا مش محتاجة طيب باء طوا هكذا طوا يطوي عشان أصلها ياء طوا الطفل ايه الورقة طوا كي يطبقها طيب عفا آه عفا عفا آه لماذا عفا ايه عفا يعفو إبه طالما أصلها وتكتب هذا الشكل هنا عشان أصلها ياء فتكتب ياء أصلها وتكتب ألفا قائم عفا الرجل عن المسيئي إليه اللهم عفوا عنه نحتفلوا كل عام بايه بذك را السادس من أكتوبر ذك را هكذا برضو بايه بالياء طبعا ده اسم أكثر من الألف أكثر من اكثر من ثالثة أو بمعنى آخر ربيع فأكثر ابتعد عن الدناء ياء طبعا الألف قبل هيا مرا ياء هدايا وهكذا عطايا رعايا استرضى استرضى هكذا استرضى المؤمن ربه طبعا استرضى طبعا ده فعل الألف هنا رابعة فأكثر وليس قبلها ياء لازم بقى ليه هنا برضو رابعة فأكثر وليس قبلها ايه ليس قبلها آآ ياء طبعا ليس قبلها ياء دي بيكون طبعا ده فعل آآ ليس قبلها ياء بيكون في الجزئية بتاعة الاسماء فقط يعني. طيب النشاط الخامس. اقرأ ثم صندف في البطاقات التالية الكلمات التي اصلها. اصل الفيها. اصل الفيها الليينة ياء. والتي اصل الفيها الليينة واو. مش. كلمات بها الفيها اصلها ياء. طبعا هتبقى اه كوا يكوي. كوا يكوي. ايضا كلمات اصلها ياء ممكن ناخد اه هواء. هواء يهوي. طيب بعد ذلك اه قضى يقضي. قضى يقضي. يبقى كل هزي الكلمات اصلها ايه هي? الالف يعني. طيب هنا اصلها واو. بقيت الكلمات بقى. زي كلمة اه اول كلمة معانا غفا. غفا يغفو. طيب كلمة علا. طبعا علا دي سهل بقى. علا ايه يعلو? خلي بالك علا ممكن اسم بنت او ايه? او اه هنا اللي هو الاسم يعني ارتفع او. طيب. او اه في فرق يعني بين علا وعلا. المهم اللي اتنين قال فيهم زي بعض كده. طبعا علا دي اسم. علا خدناها من في الامثلة في الشرح. يبقى ازا علا هتكون اللي هي بمعنى كان على الجبل يعني صعدة الجبل. اه بعد ذلك كلمة اه تلا تلا يطلو. لو يطلو القرآن يقرأ يعني. هيا بنا الى النشاط السادس. اكمل الجملة الاتية بالاختير الصحيح مما بين القوسين. ها نختار ماذا? هنا تلقى تلقى المعلم تلقى المعلم رسالة من مدير المدرسة يشكره على مجهوده. طبعا هكذا. طبعا دي في الافعال. ها في الافعال الالف هنا رابعة فاكثر. صديقتي ها صديقتي هدى طبعا. صديقتي هدى هدى مهذبة جدا. وفي عندك طبعا هدى وفي هدى. زي علا وعلا. اي با هنا هدى. لماذا? ده طبعا هدى اسم. وبالتالي اه الالف ثالثة. واصلها يا هدى طبعا لان المضارع هتلاقي ايه يا هدى. طيب المهم في شاريع في شاريع هنا نخيل رائع. طبعا ايه? نما. نما اللي هي بالالف. الالف الايه القائمة? نما هكذا. طيب نما ينمو لان اصلها واو. طالما لقيتها الالف رقم تلاتة هي با لازم ترجحها لاصلها. هنا عشان اصلها يا فرسمت بازا الشكل. هنا اصلها واو فرسمت الف قائمة. طيب بعد ذلك في الصباح يكون ايه على اوراق الشجر? جميلة المنظر. نقول طبعا ايه? النادى اللي هي دي والذي لا طبعا النادى هكذا. كلمة نادى لو في بنت برس ما نادى. خلاص النادى يبقى يرسم بهذا ايه الشكل. نادى نادى. طبعا اخلي بالك مش رادة عبالالف ايه? واللام. مش رادة عبالالف واللام. اه. الكلمة اهي. نادى. هكذا. طيب بعد ذلك. كلمة طبعا هنا الالف ثالثة واصلها ايه? ياء. الالف هنا اصلها ايه? ياء. وليس واو. بعد ذلك فصل الربيع. فصل الربيع. نقول اه دناء. دناء طبعا ليه معناها اقتربة يعني. دناء تكتبوا بهذا الشكل ايضا لان اصلها ايه? اصلها واو. طيب ده دناء ايه? النشاط السابع. دعا خطا تحت الجملة التي كتبت بطريقة ايه صحيحة. طبعا دي المجموعة اللي هي مجموعة ايه? الف. يقول استقصى طبعا دي صحيحة. هو عايز اللي مكتوبة بطريقة املاقية صحيحة. استقصى. عدرته المنتدى منتدك مش كده طبعا. عدا المتسابق الى خط الايه? النهاية. طيب بعد ذلك استحيا. طبعا استحيا هنا غلط. قلنا استحيا تكتب الالف. طيب بعد ذلك. اه طبعا هنا دي تكتب الياء. ليلة تهتم بدروسها. ليلة هي دي كده صحيحة. الدنيا. وبردو الدنيا دي صحيحة. طيب المهم هو فيه هنا جملتين. خلاص? الاثنين صح. بعد ذلك. يحيا تلميذ هنا اتفقنا ان كلمة يحيا مش تكتب طبعا ما اسم شخص بتكتب بالياء. طبعا ما قلت غلط انت فاهم بقى يعني ان هي لو هي بالامرسومة ياء يبقى العكس صحيح. طيب دي غلط. يبقى تفهم ان هي مفروض تكتب بالياء. طيب انت الايه بقى? انتي او انتي العليا. المفروض الف. في الف. اه الف قائمة. المؤمن ارقى خلقا. طبعا دي صحيحة. بعد ذلك روما عاصمة ايطاليا. طبعا هنا روما وايطاليا مكتوبة صح. طيب انتقى لأ طبعا. خلط. ها التوبة تمحو الخطاء يا بالالف. هنا خطأ وهنا اي خطأ ايضا. ننتقل الى النشاط الثامن. اختر الرسم الصحيح للالف اللينة. هنكمل يعني ترى الشكل دوت ولا الشكل ده. استغنى استغنى عن الناس فكفاه الله. استغنى استغنى هو يعني. طيب بعد ذلك على المجتهد على كل مقصر. على يعني ارتفع يعني بقى اعلى منه. على طبعا ديتها تبلم الف كده. على طبعا هنا لماذا? على هنا فعل. فعل ماضي. على يعلو. يبا الثلاثة واصلها واو. فترسم هكذا بالالف القائمة. طيب استغنى. اخدناها من شوية. ايه طبعا استغنى ده فعل. والالف هنا رابعة. فبالتالي ترسم بهذا الشكل اللي هو ايه? شكل آآ آآ الشكوى لغير الله. هي ماذلة. تمام? الشكوى برضو ده اسم. ها? اكثر من اربع يبقى تكتب بهذا الشكل. شكوى. طبعا ما تعدش الالف واللام. يعني ما ديجي تعد? لأ. رجع زي كلمة اللي فيه كلمة اخدناها من شوية خلاص. بتشير الالف واللام ما بتعدهاش. بعد ذلك شادة شادة طبعا ترسم بهذا بالايه بالالف? شادة. ليه بالالف? لان برضو المضارة هيبقى يشدو. شادة يشدو. ده طبعا اللي هو الايه? في الافعال. في الافعال. احنا عندنا شادة وعدة. لاز كل هزي الاشياء. وطبعا هنا برضو زي آآ مها شادة زي عادة. دي غلط ليه برضو? احنا قلنا هنا غلط دي غلط عشان مفروض تكتب ايه? يا. ودي غلط عشان مفروض تكتب الف. يعني. اه. تكتب هكذا. طيب. النشاط التاسع. اكمل على نفس نسق الكلمة الاولى في كل مجموعة. طيب هو جيب لك كلمة كبرى. كلمة كبرى. طيب. حاجة على نفس الوزن او كده ممكن عكس كبرى هتبقى ايه? صغرى برضو. كلها كل الكلمات اللي هنكتبها تكون بهذا الايه? تكون برضو باللياء دي. على شكل يعني. طيب كبرى وصغرى. اه فضلا فضلا مثلا وهكذا. يبقى كل الكلمات. خلاص ممكن ذكرى اه قصوى سفلا وهكذا. المهم بعد ذلك كلمة يرضى. كلمة يرضى. طيب يرضى ممكن ايضا ان احنا نقول اه ممكن نقول مسلا يلقى. اه ينسى. اه يفنى. وهكذا. طبعا لو عندك كلمات اخرى برضو اكتبها لنا في التعليقات. عشان الجميع استفيد. كلمة عطايا. طبعا عطايا دي بقى فيه زيها كتير. احنا قلنا مسلا قضايا. اه دنايا. اه خطايا. خلاص? ممكن تلاقي كلمات نفس الوزء رعاية ومناية وهدايا. طيب. بعد ذلك كلمة على طبعا على ممكن نقول اه دي في الافعال. على ممكن تقول مسلا دنا. اه نمى. سمى. ها? يبقى عندك دنا. ممكن تقول شدة عدا. اه عفا. هكذا. يبقى معظم الايه الكلمات اللي احنا قلناها برضو. طيب. ننتقل الى النشاط العاشر. حدد الكلمة التي اجتملت على الف الليينة. ثم بين سبب رسمها بهذه الطريقة. طيب ارتقى. طبعا دي فيه الفيه? ليينة. طيب لماذا كتبت هكذا? لان تقول لان الالف اللي هي فاكسر. ممكن تقول في حل تاني بدا ما تقول رابعة فاكسر. تقول لبقى اكسر. زي ما احنا كنا نقول اكسر من ايه? من ثالثة. اكسر من ثالثة. خلاص? لان الالف اكسر ايه? من ثالثة. في في الفعل. طيب هنا ان عطايا. هنا الالف ايضا لان الالف اكسر من ايه? ثالثة. نفس الكلام برضو. بس هنا فين? في الاسم. في الاسم. وخلي بالك لم اه اه سبقت بياء. اه لازم تكتبها دي. وصبقت بايه? بحرف الياء. وصبقت بحرف الياء. بعد ذلك كلمة يحيا. هذه ايضا اه اصلها اصلها اللي هي كلمة يحيا. هنا طبعا فعل وليست وليست اسم. فبالتالي هنا فعل وليست اسم. فتكتب بهذا ايه الشكل? ايه بل لانها لانها فعل. وليست اسم. لو اسم شخص تكتب ايه? على شكل ايه? ايه كلمة الفوضى. رسمت هكذا لان الالف اكسر من ثالثة. الالف اكسر من ثالثة في الاسم. ولم تسبق بياء. ها? ولم تسبق ايه بياء? هنا وصبقت بياء. يبقى ازا تقول لان الالف في كلمة الفوضى اكتبها. لان الالف اكسر من ثالثة في الاسم. ولم تسبق بايه? بحرف الياء. طيب بعد ذلك لوقي عن نفس السبب ده. ولكن ولم تسبق. بالايه? بالياء. طيب بعد ذلك بريطانيا. طبعا لان الايف هنا اكسر من ثالثة. وجاءت في اسم ايه? اسم اعجمي. في اسم اعجمي. والالف اكسر من ثالثة. النشاط التالي صود ما تحته خط. كلمة استعصى. طبعا هنا بالايه? بالياء. وليس بالالف. استعصى لانه فعل والالف اكسر من ثالثة. طيب اسمى التهاني. كذلك كلمة اسمى. طبعا هنا اسم. والالف اكسر من ثالثة. طيب الزرع نمى تكتب بالالف هكذا. نمى لان المضارع ينمو. فاصلها واو. فترسم الفا قائمة. يذاكر التلميذ حتى. طبعا حتى لانه حرف. من الحروف التي تكتب بهذا الشكل. طيب سقى. سقى طبعا بالياء هكذا. لماذا? لان المضارع يسقي بالياء. حصلت على. طبعا ده حرف جر. فهو يرسم بهذا الشكل على شكل الياء. طيب اكتشف الاخطاء في الجمل التالي وصوبها. قدم المعلم هدايا. هدايا مثل رعايا ودنايا وهكذا. الالف رابعة وطبعا مسبوقة بياء. الالف اكسر من ثالثة ومسبوقة بياء. فترسم طبعا بهذا الشكل الالف قائمة. يعالج الطبيب المرضى. يعالج الطبيب المرضى في المستشفى طبعا بالايه? بالياء هكذا شكل ياء. طيب. بعد ذلك طبعا لانها اكسر من ثالثة. ولم تسبق بحرف الياء وطبعا هي في لسم. استدعى استدعى تكتب هكذا بالياء ترسم كشكل الياء. طيب لانها فعل واكسر من ثالثة. من اراد العلاة? كلمات العلاة هكذا. طبعا الالف ايضا آآ ثالثة فتعود الى اصلها الواو فبالتالي ترسم هكذا الفا قائمة. اعد ترتيب هذه الكلمات. طيب هنا نقول كلمة آآ سرا. طيب سرا كتبت بشكل الياء هكذا. لان الالف ثالثة طبعا. الالف ثالثة واصلها ياء. بعد ذلك كلمة لغا. لغا تكتب هكذا. بالالف لان الالف اصلها واو. فالمضارع يلغو. طيب هذه الكلمات تكون آآ صغرى. مثل كلمة كبرى. صغرى هكذا. طيب لان الالف هنا اكثر من ثالثة. و لم تسبق بياء وهي في في الاسم وليس في الفعل. كلمة نوى. نوى هكذا. الالف ايضا ثالثة واصلها ياء وهو وهي في الفعل. بعد ذلك هات في جمل مفيدة. هات في جمل مفيدة من عندك ما يلي. اسم في اخره الف لينة. اسم في اخره الف لينة. رسمت. هكذا بهذا الشكل. ممكن مثلا ان نقول نماء. نماء الزرع سريعا مثلا او اي جملة بهذا الشكل. طيب فعل في اخره الف لينة. اكثر من ثالثة. رسمت بهذا الشكل. يرضى الله عن المؤمن. طيب بعد ذلك حرف في اخره الف لينة. رسمت بهذا الشكل. طيب حرف ممكن اي حرف ممكن على او الى وهكذا. طيب حرف في اخره يعني الى على. طيب وادخل في جملة. يعني ذهبت الى المدرسة. طيب. حرف في اخره الف لينة. رسمت بهذا الشكل. طبعا اخذنا الحروف. واممكن ان نقول مثلا ما او يا. استخدم يا مثلا في اسلوب نداء. يقول يا محمد اقبل. مثلا. او استخدم لا. اسم بلدين ينتهي بهذا الحرف. حرف الالف ممكن نقول روما او ايطاليا. وهكذا. فرنسا. طيب اسم. ممكن تقول ذهبت الى كذا. مثلا. اسم بنت ينتهي بهذا الحرف. بحرف الياء. طيب ممكن ان نقول هدى. هكذا. سلمة. طيب. النشاط التالي. اقرأ الفكرة التالية. ثم حدد الكلمات المنتهية بالالف اللينة. وحدد سبب رسمها بهذه الطريقة. طيب. لدينا قضى. قضى طبعا فعل ماضي. فعل ماضي. والالف هنا ثالثة. والاصل ياء. قضى يقضي. فتكتب بهذا الشكل. قضى محمد نخطئه. ليلى وحلا. ليلى اسم. وحلا اسم. لكن ليلى الالف اكثر من ثالثة. فترسم بهذا الشكل. طيب. حلا رسمت بهذا الشكل. هو اسم. خلاص. لان المضارع يحلو. فبالتالي تكتب. تكتب. اه. الفا قائمة هكذا. لانها ثالثة. يوما جميلا فوق قمام. طبعا هذه الالف ليست معنى. لان هذه الالف هي الالف التي تضاف بعد التنميم بالفتح. يعني الكلمة اصلها جميل. اه. الكلمة اصلها جميل. اخذها. خرالام. نما هذه الالف. الالف زائدة. وليست الالف لينة. فوق قمام جبال سانتي كاترين بمحافظة جنوب السيناء. حيث الطبيعة الخلابة. هو المكان المقدس الذي تجلى. تجلى. ايضا هذا الفعل. فعل ماضي. والالف اكثر من اكثر من ثالثة. فترسم بهذا الشكل. فيه الله عز وجل. سيدنا موسى. موسى اسم. والالف اكثر من ثالثة ايضا. عليه السلام. وبعد ان تجولوا اخذوا طبعا ايضا هذه الالف. هذه الالف طبعا هي التي تأتي بعد ايه وو الجماعة. اخذوا. خلاص اخذوا. فو. وهذه الالف ايضا ليس قبلها فتحة. اخذوا. يعني هذه الو ليس عليها فتحة. فالشرط ان الالف اللينة تكون في اخر الكلمة وهي ليست ايه. وطبعا الالف اللينة هي من اصل الكلمة. الالف اللينة تكون من اصل الكلمة. وليست زائدة. انما الالف هنا زائدة. كالالف هذه هي الالف ايضا زائدة. ليست من اصل الكلمة. فهي ليست الالف لينة. طيب كذلك هنا الالف هي الالف الايه. الالف الذي يضاف بعد التنمية الفتح. فهي الالف زائدة. طيب تذكارية صورا صوراً تذكارية لتكون ذكرى كذلك كلمة ذكرى هي الألف هنا أكثر من ثالثة فبالتالي ترسم ياء يستأنسون بها طبعاً هذه الألف أيضاً هي ليست ألف لينة هي في الضمير ها فهي ليست معنا أيضاً بزن هذه هي الكلمات التي تنتهي بألف لينة وعاء مع سبب رسمها بهذه الطريقة تابع معي الفيديو القادم وحل أسئلة اختبر نفسك على نص الاستماع السابق رحلة من النيل إلى توكيو